ليه الشماخ تم صرف النظر عنه وليه تم الإسرار على التعاقد مع حياتوية الله؟ رغم أن الشماخ طبعاً أصغر سنة وقد يفيد على الـ long run وده من أهم النقاط اللي دايماً بيبصّلها في اختيارها وقد هتخدوا بها نهائية مش مجرد عرب نية الشراء مظبوط أولاً يعني جمال قال النقطة مهمة جداً عايزة أشير إليها هي الشخصية أنت بتلعب بنبص على لعب دولي أولاً في فريق كبير ما بين الشماخ لو عايزة تكلم فنياً قد يبدو أنهم متساويين في بعض النقاط ولكن خلينا نبص ركز الأول على الشخصية يحيى عطاية الله لعب دولي لعب يعني شارك طبعاً زي ما تكلمنا في كاس العالم وتختير من أفضل خمسة يعني أظهر أو ظهير أيسر على المستوى اللاعبين لعب على لعبة كبيرة جداً طبعاً مشاركته مع الوداد واللعب تحت ضغط الجمهوري ده مقارنة كبيرة جداً ما بين الشماخ كولر عايز لاعب جاهز بهذه الموصفات البروفايل اللي يحيى عطيت الله من ناحية بقى الفنية أكتر يعني متكلم على الخروج بالكورة اللعب ده حتشوفوه بيقف إزاي على الخط وبيستلم الكورة هو على الخط استلام الكورة تحت ضغطه هو على الخط عشان يحصل التدرج بالكورة ده حاجة مهمة جداً أكيد النادي الأهلي محتاجها تفصيلة صغيرة تفصيلة الثانية نتكلم على حاجة اسمها ريست ديفيندين يعني ريست ديفيندين أنا دلوقتي في حالة عدم حياسة الكورة في إزاي أن أنا أكون بكفر اللعيبة بتاعتي علشان ما يحصلش مرتدات علينا بشكل كبير اللي هو قد ترجم طبعاً فيه التغطية العكسية ولكن قبل التغطية العكسية أنا عايز لاعب يقفل لي الحتة ديت علشان ما يحصلش علينا هجمات مرتدة أو تحولات هجومية سريعة فيقدر يعملها بشكل كويس جداً تعال بقى نبص ده من ناحية الدفعية وفي حالة عدم حياسة الكورة الضغط العالي الشرس اللي بيعمله عنده اندفاع ومعدلات جاري كبيرة جداً اندفاعه في الجاري بيساعده إيجابياً في أنه هو يقطع الكورة قبل ما تصل للعب الخصم بيكون عنده يعني زي كده استباقية آه يعني سريع واستباقية سريعة جداً في النظرات بتاعته أنه هو يقدر أنه هو يقطع الكورة قبل ما تصل الخصم هنا عندنا حصائية بقى بتقولك هو طبعاً القيمة التسوقية بتاعته ومقارنته عالمياً عامل إزاي هو يعني توه طبعاً 2.2 مليون يعني فاصل أو 20 ألف يعني متكلم بقى بالقيمة المالية تعاني نشوف بقى هنا مقارنة يعني شكله عامل إزاي عالمياً أنا متكلم عالمياً ده الترتيب بتاعه مبسط لعبة العالم كله هو في الرنك يعني 4000 و 31 ده مقارنة باللعبة بتاعته في العالم كله يعني هو دلوقتي على الترتيب بالقيمة التسوقية دي هو في الترتيب دوت 4000 على مستوى العالم 31 طيب اين مميز في ده؟ المميز في الحاجات دي كلها بيقولك هنا يعني انت فين من لعبت العالم لو متكلم لعبت العالم شوف عددها دي طيب هو الريت في الناجي الأهلي هو رقم 3 في الناجي الأهلي في النفس قيمة التسوقية رقم 3 بالنسبة لترتيبه طبعاً كان عبد المنعم وشناوي يعني منتكلم دلوقتي فهنا 4 قابل خلق ديانج ديانج بالزبط وخروج ديانج ولكن هو دلوقتي في المرتبة الثالثة حتى على مستوى المغرب هو في المرتبة رقم 53 مفهوم فهو بيقولك هو وجوده والرنكينج بتاعه على وسط لعبت العالم بعد كده وسط لعبت النادي اللي بينتمي ليه دلوقتي وبعد كده وسط لعبت المغرب وهكذا وعلى مستوى النهوة تمام 53 بالنسبة لفت باك مستوى المغرب كله على قيمة التسويقية تدخل خمسين دي بالنسبة لعيلة المغرب ده مضاف ليهم بقى كل اللعيبة اللي موجودة في أوروبا بالزبط المغرب عندها جيش من اللعيبة المميزة في أوروبا يعني فتحطها في الرقم ده برضو معقول عشان ناس تقولك تدخل خمسين ده بعيد قوي مش اللعيبة المحلية في المغرب هو اللعيبة كل المغربة في العالم يعني